جيمي عامل ايه؟ كله زي الفولي كله كويس؟ اه دول انت عندك حكاية مع هيرفي رينار اه قولي هيرفي رينار من المدربين محبوش الكلام في الميديا محبوش كلم كتير ممالوش تصريحات كتير دعت دار على سرش كده على الجوجل شوف تكلم كم مرة على مدار مسيرته التدريبية اللي هي حوالي مثلا 13-14 سنة هتلاقي كلم مرات معدودة جدا جدا الرجل بتجمعني بيه مصداقة شخصية من وقت طويل جدا من الوقت ما كان بعد ما تولى مسيرة منتخب كتفور منتخب زنبيا كمان اتكلمت معايا فيما يخص في تصريحات خاصة رقم 10 يعني فيما يخص قصة تولي والتسريبات اللي طلعتين من اللي فاتوا وانه هو جاي لأ مش جاي لأ هيجي مش عارف امتى ومتحمس وهيتابع منتخب مصر والكلام الكتير اللي اتقال ده فيش حاجة من الكلام ده نهائي محدش كلمه اصلا الراجل كان عنده ميل انه يقود منتخب كتفور بعد المشكلة اللي حصل بعد اقالة لويس جاسي بعد الدور الاول والهزيمة من غينية الاستوائية انه هو يقود منتخب كتفور فيما توقع من البطولة كان مهمة مؤقتة لمدة اسبوعين هو كان عنده ميل لقبول ده وكان موجود بالفعل هناك واتكلمه مع الاتحاد الفرنسي عشان هو بيتولى قيادة منتخب فرنسا للسيدات وموجود معاه وقال لي كان الاولى انه يوافقوا لو هما يوافقوا يعني لكن ما حصلش اي تواصل من الاساس مع هيرف رينار ولا استطلاع رأيه ولا عشان انا عندي مشكلة لحد الاولمبياد ولا هنلعب امتى ولا هنعمل ولا الكلام ده خالص خالص ولا يعرف ايه حقيقة عن الكلام ده ولا حتى وصل معي ولا حتى دايماً كان بيحصل ايه يا كريم بيحصل تسريبات يا ايه وكيل اتكلم معاه فاتكلم مع منتخب مصر اتكلم مع اتحاد الكورة اتكلم مع الناس فترى اعرض عليه ما فيش الكلام ده من اساسه ما فيش خالص ما فيش هيرف رينار محدش كلم هيرف رينار فيما يخصه منتخب مصر لا من قريب ولا من بعيد ولا استطلاع رأيه ولا مجرد دردشة ولا الهواء صفر نفس الأمر بالنسبة لسباسيان دي سابري مدير الفاني المنتخب الكونغو مدير الفاني السابق لفريق بيرامدزو الإسماعيلي لم يتواصل معاه أي حد ولا حتى محادثة شفاهية فيما يخصه منتخب مصر فقصة التسريبات اللي طلعت اللي يعمل اللي فاتت على مسئوليتي بنسبة مليون في المية محدش يتحرك من هنا لحد ما كان ينتقل في ده محدش كلم حد ومحدش دور على مدير فاني أجنابي ومحدش كلم مدير فاني أجنابي حط يدي على جنب عظيم